الأخبار كمان معانا المهمة اللي عايزين نتكلم فيها سيناء الحبيبة التنمية في سيناء تولي الوقت المستمرة وخاصة في الموجة الإرهابية الكبيرة اللي تعرضت لها مصر في سنة 2013 وازاي كان بيتم استهداف المدنيين من أبناء القبائل في سيناء وهنا كان فيه دور كبير جدا لقبائل سيناء في المواجهات دي مع جانب قوات المكافحة الإرهاب الجهود دي ظهرت في عملتين حق الشهيد والعملية الشاملة اللي كانت فيه سيناء 2018 واللي لعبت فيها قبائل سيناء على رأسها الترابين دور رئيسي في الكشف عن هوية العناصر التكفيرية والطرق اللي تستخدمها في الاختيار والاختبارات اللي بيمروا بيها ونقل الأسلحة ما اقتصرش دور بس قبائل سيناء على كده لكن كمان على محاربة الإرهاب طول الوقت وسهمه كمان بشكل واضح وأساسي في عملية التنمية من خلال شركتين مهمين أبناء سيناء ومصر سيناء والمشاركة دي في المشروعات الصناعية والزراعية والبنية التحتية لبناء المحافظة بجانب المساهمة في توسعة قناة السويس وكمان كان في دور تاني لقبائل سيناء ودور إنساني واجتماعي في إطار التنمية المستدامة بعد دورها الكبير في تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيستي لقوات الأمن في حرب الإرهاب أو محاربة الإرهاب بناء على خبراتهم المدنية في هذه المنطقة تحية لشعب سيناء وتحية لقبائل سيناء اللي ساهمت بشكل كبير جدا في القضاء على الإرهاب طبعا قبائل سيناء ليها باع ولها تاريخ طويل في الوطنية على كل أوجهها وهم سمام أمان مهم جدا لأنه سيناء محافظة حدودية فتعتبر خط الدفاع الأول ضد أي عدوان من أي نوع بأي شكل على الدولة المصرية هم خط دفاع هم ناس وطنيين جدا جدا وليهم دايما مشاركة وليهم بصمة وليهم موجود طول الوقت في أي شيء ممكن أنه يحفظ أرض هذا الوطن الغالي شكرا لقبائل سيناء ويعني ربنا يوفق الجميع إن شاء الله لما في صالح مصر الغالية وتحية طبعا شهداءنا اللي كانوا راحوا وهم بيكافوا الإرهاب عشان يكتزوا من جذوره تحية لأهليهم وإحنا فكرينهم طول الوقت